صباح الخير صباح الفل صباح الطاقة صباح النشاط عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا معلش ما نزلتش فيديو مبارح كان ورا انا كده كان مش ورا ونزلنا بدري فما لحقتش انزل فيديو معلش ما تزعلوش مع اني وعدتكم اني هنزل فيديو كل يوم بس حققكم علي طبعا قبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نتكلم وقبل ما نقول اي حاجة طبعا مش هننسى نعمل لايك ونشترك في القناة ونتفرج ومش مشتركين عشان لما ينزل فيديو تشوفوه وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان كل ما اللايكات زادت كل ما بفرح بكم وحبكم ماشي ماشي وتكتبوا لي بقى كومنت حلو عشان انا بقرأ كل الكومنتات واي حد هكتبوا لي كومنت بقى هحط له قلبه هشوف الكومنت بتاع ان شاء الله واي حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهارود عليه ان شاء الله بازن الله آآ النهاردة قررت ان انا قوم بدري انا قايمة بدري الساعة تسعة فقلت هقوم بقى مش عارفة بقى الفيديو هينزلكوا الساعة كان بس انا الفيديو ده انا كنت بصوره لكم الساعة تسعة الصبح صحة من نوم بدري علي نزل الشغل وانا قلت هقوم هنظف الشقة هي نظيفة بس انا آآ طبعا انتو عارفين مكان ما بنقعد مكان ما بناكل حاجة تقع في الارض آآ تراب من رجلينة كده يعني فطبعا لازم على طولة بقى منظفة يعني فطبعا زي اي ست صبح بتسعة من نوم تنظف الشقة تعمل اللي وراها كده يعني وطبعا ده اكيد ان شاء الله بازن الله هيديكم حماس وطاقة ونشاط ويخليكم تقوموا تروأوا قبل ما تعملوا اي حاجة طبعا انا آآ كنت قاعدة بقى في البيت اليوم ده ما كنتش نازلة فقلت بقى ايه هقوم بدري كده نظف الشقة واعمل حاجات حلوة ولمع يعني انا برفو علي عشان انا شطورة آآ دخلت كده اول حاجة طبعا الليفنج نظفت الليفنج كنست السجادة بالمكنسة نفطت الركنة لمت كل حاجة محتاجة تتلم ودتها المطبخ وبايت كنا شاربين فيها اي حاجة كانت من من مبارح نظفتها وآآ لمعت الارض بصراحة في ناس كتيرا بتكتف في الكومنتات ما ينفعش يا لوبنا تنامي قبل ما تنظفي بس انا مش يعني مش من محبين ان انا قوم نظف بالليل يعني فباسيب كل حاجة الصبح واول ما صح نظف آآ دخلت كده بقى خلاص نظفت الليفنج ولمعته وزبطته دخلت بقى قلت النوم كنست السجاد زي ما انتم شايفين اي حاجة بقى زي ما قلتلكم شعر اي حاجة بقعة في الارض تكون كده نضيفة وبرضو في الاخر بعد ما خلصت لمعت بالشارشوبة كل الاماكن اللي باينة في السراميك آآ مش بحس ان انا بقى اول ما اصحى من نوم واعمل كده بحس ان انا خدت نشاط وخدت طاقة واني اليوم بقى هيبقى جميل بازن الله وبحس كده ان انا خلصت كل الورايا وقعدة ريئة ما فيش ورايا اي حاجة فده احساس حلو بصراحة بحس ان انا لما اعمل كده آآ بيبقى عندي وقت في اليوم اليوم بيبقى في بركة حب انزل حب يكون ورايا حاجة آآ نازلين نعمل فيديو في القناة التانية ببقى سايبة البيت عارف خلاص يا جماعة ان البيت نضيف وان انا مش هارجع اتعب في حاجة ولا هعمل حاجة لو في بس آآ مثلا هعمل عشا هعمل اي حاجة خفيفة كده آآ هتبقى الدنيا سهلة علي يعني دخلت بقى الحمام كده انا عملت الليبينج وقت النوم وايه هخسل بقى الحمام كده حلو الحمام بعمله كل يوم يوميا آآ لو كسلت عنه بيبقى يوم او يوم لا لكن انا في الطبيعي الحمام اللي انا بعمله ده بعمله كل يوم يوميا ومرة في الاسبوع بعمل السراميك السراميك الحمام يعني كله الحوائط وكده بقى لما بقى المرايا بحس ايه عليها اي حاجة اي بخار ما كان آآ لو ميا سخنة شتغلت في الحمام فبتبقى المرايا طبعا شبرت وانا ما بحبش بنظر المرايا كده فبجيب سل كليفة اي حاجة عندي وصابون ومعقم وابدأ بقى اخسل الحمام كويس جدا آآ طبعا الحمام والمطبخ اهم حاجة في البيت ان هم هيكونوا نضاف لان مش عارفة بحس ان هم طالما هم نضاف البيت نضيف آآ وطبعا عشان بقى الواحد دي حس ان الدنيا ريئة ونضيفة مش قادرة بجده وصف لكم احساسي واكيد ده احساس كل ست لما بتنظف البيت كده وتلمع اللي وراها بتحس ان لأ خلاص الدنيا جميلة آآ بس فدخلت بقى الحمام زي ما انتم شايفين نظفت كده ولماعت طبعا بقى بهدلت المرايا تاني تدرون ليش لعيني غبية بس مش مهمة لماحها تاني عادي ما وريش حاجة النهار ده بقى زي ما قلتلك انا كنت قاعدة في البيت كان عندي اكل من مبارح فهسخنه مش هعمل اكل جديد آآ مع اني ما منحبش الاكل البيت بس يعني مش هعمل الاكل بصراحة فقلت هسخنه وآآ وخلاص كده آآ بس كده طبعا انا قلتلك انا حطها في المية اللي انا غسلت بيها آآ صبون وديتول وكلور ومعاقم خلطة بعملها بقى يعني اي منظفات عندي بحطها بصراحة بس بحيس ان الدنيا تبقى نظيفة ريحة الحمام حلوة الصوب منديل بقى كده روحت ملمعها للمرايا تاني عشان انا بهدلتها مية آآ عايزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات عايزين فيديو بكرة يكون ايه ان شاء الله مش عارفة بصراحة كل يوم ببقى ايما محتارة اواريكو ايف يومي آآ وطبعا في نفس الوقت ما بحبش يعني بحب زي ما وعدتوكو ان انا اعمل لكم فيديو كل يوم افضل على وعدي يعني ان شاء الله بازن الله ربنا اقدرني واعمل ده كان عندي شوية غسيل آآ غسلتهم بص انا بحط آآ آآ الاريالجل في الكوباية اللي هي بتبقى مع الجيركن وحطيت كلوركس الوان ودوني كلوركس ده تحفة يا جماعة بحطه للبيض للالوان لكله طبعا هاخسل برضو التولد كمان آآ عشان يكون يكون كل الحمام نضيف البانيو نضيف فمش اخسله آآ بسلك وكده هو نضيف طبعا زي ما قلت لكم انا حتى في المياه كل حاجات اللازمة لتعقيم الحمام انا بحب احس بريحة النظافة في الشقة بحب احس ان الشقة يا الله راحتها جميلة طبعا مستر ماصرز جامد جدا جدا فبحط كده كل يوم آآ في الطبيعي بحط حوالين الطايلت كده واسيبه شوية لحد ما خلص الحمام نعم بصونا هنا على حد مشتوف هسيبه اي بقع صفرة اي اي حاجة في في الطايلت بتنضف بصراحة حلوة قوي قوي عايز اجرب هاربج بقى هل هيطلح حلوة ولا ايه بقوا فكرون يجيبوا ولو حد لي تجربة معايا يقول لي في الكومنتات هو حلوة ولا لأ وهل هو احلى من مستر ماصرز ولا لأ لان بشوف الفنانة داليا مستفى كل يوم في التلفزيون عاملنا اعلان فعايز عايز اروح اجرب آآ لان وماكسل ماكسل تحفة برضو يا جماعة لو حد جربه قبل كده هو جميل العلبة دينا كنت جايباها من الهلال والنجمة في وسط البلد تحفة 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 مش احلى من جنرال بس هي يعني لو جنرال هدي تسعة من عشرة فهي هديها تمانية من عشرة هي تحفة وبتقعد وقت طويل جنرال بتخلص بسرعة جدا لأ دي الواحدة بتقعد وقت طويل وما كانتش غالية قوي آآ تقريبا الواحدة كانت يعني الواحدة وقفة بعشرة جنيه في ظل ان انا بجيب بتاعت مستر ماصرز بتلاتين جنيه اللي هي القطعة الواحدة فلأ ده بالنسبة لي احلى دخلت بقى البلكونة آآ نضيفة برضو بس طبعا التراب بتاع الشارع انتم عارفين نضفت كده ولمعت بالريشة ومسحت الصور مش عارفة الحتة دي ما جاتش ليه في الفيديو شكلي قصتها ولا ايه المهم ان انا مسحت الصور ده ولمعته بجلانس وبالريشة وكده وزي ما انتم شايفين اي تراب بقى بشيله بالشارشوبة الجزء اللي تحت في الشارشوبة ده انا بابدله زي ما انتم كنتوا قايلين لي هو انا عاملاه مخصوص للبلكونة آآ اول ما باجي هيعمل البلكونة بروح شايلة الجزء اللي تحت ومركبها وعايز اجيب بقى غير الجردل ده واجيب الجردل اللي هو آآ بيدخل على طول في مش عارفة شكله ايه بس احلام قالتلي ان هو حالو هو رفيع كده وليه حتة بتعمل الارض على طول مستطيلة كده هبقى اوريه لكم شاء الله هجيبوه شايفين بقى ايه انا كنستة السجادة بالمكنسة برضو مش عارفة الحتة دي ما جاتش لي وانا ما صورت البلكونة واتعبت قلبي وفي الاخر ما نسيت احطها لكم علش مهم ان انا لمعت كل حاجة كده في البلكونة ومسحت الارض طبعا حتى في الميا اللي هو المعطر ده وشوية جنرال آآ وفرجت بقى السجادة وهدو الشور بقى الغسيل اللي احنا غسلناه مع بعض انا بحب بعمل كل حاجة يعني مع بعض عشان اسعي في نفسي يعني انا حطت الغسيل وانا بعمل الحمام زي ما انتم شفتوا على ما على ما غسلت الحمام وكده كان الغسيل خلص انا حطكت حتى غسلتين آآ على بالما غسلت الحمام وعملت بقى الحاجات اللي وراها في الشقة كان الغسيل خرج فبحب ان انا خلص كله لو عندي غسلة هيتطبق بخسله آآ بطبقه عندي غسلة هيتغسل بعمله عشان كله يبقى خلص في نفس الوقت بحب لما خلص اعود وانا مرتاحة ما يبقاش في وراها اي حاجة تانية ونشرت الغسيل كده زي ما انتم شايفين وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات حاسة ان عمري هيخلص في غسل الغسيل مش عارفة في ايه ربنا يكون فعون كل الناس بصراحة اللي ما عندهاش كمان غسلة اوتوماتيك يعني تخيلوا حد ما عندوش غسلة اوتوماتيك انا بشتكي وانا عندي الغسلة فالحمد لله يا رب ربنا يدمها نعمة ويعني الله يكون فعون كل الناس اللي مش عندها لسه غسلة اوتوماتيك او امكانياتهم مش بساعدهم ان هما يجيبوها اه فلا هي فعلا بالرغم من كل تقمية متعبة برضو يعني انت كده كده بتطلعي اللي غسلت زي ما قلت وبتغسلي وتطبقي وتنشوري وتلمي يا شغلانة برضو بس كل حاجة صعبة اه ناس كتير كانوا كتبلي يا ربنا ما تجيبي بصوا يا جماعة ده تحفة كنت جايبها من عند ماما كنت جايبها فيه اكل من عندها حلوة قوي انا عندي زيه بس جبير قوي فقلت الماما تجيب لي واحد صغير زي ده بحسة مثلا هاودي اكل الماما هاودي اكل الاحلام يبقى يبقى معايا جيت خارجة حبيت اخد فيه اكل فلا مفيد بصراحة انا عندي بس عندي الكبير اللي هو الكبير قوي عايز كمية اكل كبيرة فخلت ماما تجيب لي واحد صغير زي ده وهنغسل شوية الموعين كنت بكلم في موضوع مهم يا بس مش فاكرة كنت هقول لكم ايه ما علينا مش مشكلة فتكروا انتوا بقى وكتبوا لي في الكومنتات انا كنت واقفى لحد فين عشان نسيتي الصراحة وطبعا مش هنستغلق عن فكرة الموعين الجميلة اللذيذة اللطيفة في في الساعة دي طبعا انتوا عارفين انا ما عنديش سخان في المطبخ لان عندي مشكلة في وصلة من منور بتاع المطبخ لان منور الحمام لوحده ووصلت الحمام لوحدها بتاعت الميا والكهرباء فالسخان في الحمام بعيد عن السخان في المطبخ فالميا نازلها متلجة بس ان شاء الله ربنا يكرم واجيب غسالة اطباق قبل رمضان زي ما كتبتوني في الكومنتات لا ان شاء الله ندخل رمضان بها يا ولاد بازن الله بازن الله بدل مقطعة آآ بس خلاص كده احنا خلصنا هشغل بقى بخور ايه ده هشغل بخور ازاي هولعت شوية فحم وانا واقفى كده لحد ما اخصل شوية الموعين واوريكم نوع بخور حلوة قوي آآ يا اما البخور ده اما البخور الاعواد اللي تخينها اللي انا كنت موريها لكم قبل كده بجد برضو تحفة البخور ده جميل وهو بودرة كده كان الكيس بخمسة وعشرين جنيه بس رحته تحفة 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 وانا بحب ابخر بقى كده لما بقى منضافة بصوا الله بس كده خلص الفيديو تمنى اللي الفيديو يكون عجبكو يكون سريع وسهل وخفيف عليكو بتنسونيش بقى في اللايك وتشتركوا في القناة يا حبايب قلبي وتكتبولي كومنت لطيف زريف جميل يحسسني ان الدنيا جميلة ومشركة ويسواح الخير عليكو كلكو ان شاء الله يكون يومكو كلكو جميل ومشرك ورائع بس كده باي باي